المسايا من الميادين وفي عنوانيها لهذه الليلة السعودية ترفض دعوة الأمم المتحدة لهدنة إنسانية في اليمن والغارات متواصلة في العشر الواخر من شهر رمضان القوات العراقية والحشد الشعبي استعدان لاستكمال تحرير المحافظات العراقية من سيطرة داعش والتحضيرات جارية لمعركة الأنبار لن يستقبل اليمنيون عيد الفطر المبارك بأمان وهدوء ولن ينعموا بهدنة إنسانية ولو مؤقتة لمداوات جراحهم قليلا والتقاط الأنفاس فالهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة بدءا من فجر اليوم لم يتم الالتزام بها فالتحالف السعودي وعلى لسان ناطق باسمه رفضها واعتبر أنه غير معني بها فما هي الأسباب وهل أعلنت الأمم المتحدة هدنة دون التشاور مع السعودية أم أن كلمتها لم تعد مسموعة وهل موافقة عبد رب منصور هادي كما أعلن المضغوث الأممي إلى اليمن غير كافية لتثبيت هذه الهدنة وإلى متى ستتواصل الحرب العبثية على اليمن هذا الموضوع سيكون محور ملفنا الأول في المسائية بينما نناقش في الملف الثاني التطورات الميدانية في الحرب العراقية ضد داعش وتحضيرات القوى الأمنية العراقية والحشد الشعبي لمعركة تحرير الأنبار خاصة بعد التقدم على أكثر من محور لسيما تحرير سبعين بالمئة من ناحية السقلوية لكن قبل الدخول في التفاصيل نتوقف مع مجز لأهم الأنباء أهلا بكم دعا مرشدة الجمهورية الإسلامية في إيران سيد علي خامنائي طلاب الجامعة الإيرانية للاستعداد لمواصلة النضال ضد الغطرس العالمية بعد المحادثات النووية وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل تجسيدا حقيقيا للغطرس العالمية بدورها أكد وزير الخارجية الأمريكي حيث جون كاري وجود قضايا صعبة تتطلب حلا على طاولة المفاوضات الجارية بين إيران والدول الست في فيينا لتواصل إلى اتفاق نووي شامل مصدر قريب من الوفد الإيراني في فيينا قال إنه ليس لدى إيران مهلة زمنية محددة للتواصل إلى اتفاق جيد مع الدول الست إلى مصر حيث أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير الذي استدفى القنصلية الإيطالية في القاهرة التنظيم ذكر عبر تويتر أن التفجير جرى بسيارة محملة ب450 كيلوغراما من المتفجرات إلى هذا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة ضدافر الجهود لتصدي للإرهاب جاء ذلك في اتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي بعد التفجير وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار تفقد موقع الانفجار الذي أسفر عن استشهاد شخص وإصابة عشر آخرين بينهم رجال شرطة وفي سوريا يواصل الجيش السوري عملياته بمحيط مدينة تدمر التي يسيطر عليها داعش قد نشر الإعلام الحربية السابع للجيش السوري مشاهدة للمعارك التي تجري حيث استهدفت الطائرات الحربية السورية مجموعات من مقاتلي داعش قرب حقل الشاعر النفطي وتدمر وتقدمت في منطقة البيارات أكد عضو الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس الحزب الديمقراطي المسيحي جون فريديريك بواسون أنه لا يمكن أن يكون هناك حل للأزمة في سوريا من خلال الاتحاد الأوروبي أو الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية دون الحديث مع الرئيس السوري بشار الأسد وجاءت مواقف بواسون بعد محادثات أجرها مع رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام وقبل لقاء متوقع مع الرئيس الأسد غدا الأحد ألقت القوات الأمنية التونسية القبضة على عدد من المشتبه بانتمائهم لمجموعات إرهابية في مدينة القيروان وخلال عمليات إعدام جرت مصادرة أفلام فيديو تحرد على القتال أحيط البوسنة الذكرى العشرين لمجزرة سيربري نيتشا بحضور دولي رفيع وتجمع عشرات الألاف في المدينة التي قتل فيها نحو الثمانية ألاف بوسني عام 1995 الذكرى تخلى لها رشق بعض المشاركين رئيس الوزراء السربي أليكساندر فوزيتشا بالحجارة والعبوات البلاستيكية والآن عودة لمتابعة المسائية والعيمات أفاد مراسل الميادين في اليمن بأن طائرات التحالف السعودي شنت سلسلة غارات على محافظات يمنية عدة بعد ساعات على بدء سريان الهدنة الأممية المفترضة وكذل ناطق باسم قوات التحالف السعودي أن التحالف غير معني بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن وقال إن هذا التحالف لم يتلقى طلبا من الحكومة اليمنية بشأن هذه الهدنة لم تكت تمضي نصف ساعة على سريان الهدنة الإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة حتى خرقتها طائرات التحالف السعودي منفذة عدة غارات جوية في وقت أعلن فيه الناطق الرسمي باسم قوات التحالف السعودي العميد الرقون أحمد عسيري أن التحالف غير معني بهذه الهدنة غارات التحالف السعودي استهدفت مديرية حرض الحدودية مع السعودية في محافظة حجة كما استهدفت مبنى القوات الخاصة شمال مدينة تعز وسط البلاد وأحد المنازل في محيط جبل جرة وفندق هايكلاس وسط المدينة مقاتلات التحالف السعودي أغارت أيضا على العاصمة صنعاء بعد انقضاء ساعة واحدة على هدنة الأمم المتحدة الإنسانية مستهدفة دائرة الأشغال العسكرية بمنطقة سعوان أسفل جبل نقم شرق العاصمة ما دفع سكان الأحياء المجاورة إلى النزوح خرق التحالف السعودي للهدنة تزامن مع اتهامات بين الأطراف المتنازعة في اليمن بعد مواجهات ميدانية حيث اتهم الحراك الجنوبي الجيش واللجان الشعبية بقصف الأحياء السكنية في البساتين بمدينة عدن في وقت شهد فيه موقع لكمة صلاح والقبة في الشريط الحدودي باسناح في الضالع جنوب اليمن اشتباكات عنيفة بين الجيش واللجان من جهة وأنصار الرئيس هادي من جهة أخرى الأطراف السياسية اليمنية حملت الرياضة والأمم المتحدة مسؤولية سقوط الهدنة بما تساءل الشارع اليمنية عن معنى الحديث عن الهدنة في ظل استمرار الغرات والاشتباكات أحمد عبد الرحمن هدنة إنسانية هشة لم تصمت طويلة غارات متقطعة على العديد من المحافظات اليمنية واشتباكات مسلحة مستمرة في عدن وتعز والضالع ومناطق أخرى الأحزاب والقوى اليمنية حملت السعودية مسؤولية تنهيار هذه الهدنة وأبلغت الأمم المتحدة بخروقات الجانب السعودي هدنة لم تبدأ حتى خرقتها السعودية وتم التواصل مع الأمم المتحدة لإبلاغها بهذا الخرق وتقييده نحن نرى بأن السعودية غير قادة في الذهاب نحو الهدنة ونعول على الأمم المتحدة أنها تتخذ قرار صارما في هذا الاتقاه كل المؤشرات إذن تشي بفشل الهدنة كما يرى مراقبون أسباب عديدة وراء هذا الفشل أهمها الغموض الذي يكتنف طبيعة الهدنة التي قد تكون أشبه باستراحة المحارب في حال نجاحها للأسف الشديد هذه الهدنة لم تشترط إيقاف الحرب وبالتالي طالما أن هدنة لا توقف الحرب وليست حتى مقدمة لإنهاء الحرب فهذا يعني أنها ليست أكثر من استراحة محارب يستعد فيها أطراف الصراع الدموي المسلح لجولة جديدة من الصراع الشارع اليمني من جانبه يتساءل عن ملامح هذه الهدنة وجدواها في ظل عدام مفاعلها على الأرض الهدنة أنا أسمع بها لكن عمليا ما بيش ما فيش هدنة لا في الواقع يعني على الأرض بين الأطراف المتصارعة ولا في الخارج الطير اللي أزل محلك فوقنا في أصنعها وفي جميع المحافظة الهدنة التي جاءت لتمهد لحلحلة الأزمة سياسيا وفق رغبة أممية يبدو أنها حسب المراقبين قد تكون مدخلا لتعقيد الأزمة على نحو غير مسبوق الهدوء الحذر والترقب المشوب بالقلق يخيمان على أجواء العاصمة اليمنية مع أول أيام الهدنة الإنسانية في ظل أنباء تتحدث عن مساعي أممية لتثبيتها بعد خرق الجانب السعودي وتأكيده عدم التزامه بهذه الهدنة أحمد عبد الرحمن صنع الميادين ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا الأمين العام لحزب الكرامة اليمنية سيد عبد المالك الحجري مرحبا بك سيدي ومن العاصمة البريطانية لندن ينضم إلينا ديبلوماسي اليمني السابق والقياد في الحراكة الجنوب سيد صالح الجبواني مرحبا بك سيد صالح اسمحوا لي أن أبدأ مع السيد عبد المالك الحجري من صنعاء سيدي الكريم لماذا لم يتم احترام الهدنة علما أن أطرافا رئيسية في اليمن أيدتها ودعمتها كما تقول الأمم المتحدة أتحدث هنا طبعا عن أنصار الله وكذلك عن الرئيس هادي بحسب المنظمة الدولية لم يكن جديدا علينا خرق النظام السعودي للهدنة من المعروف أن النظام السعودي في عدوانه البربري الوحشي على شعبنا اليمني ما زال متجاوزا لكل الأعراف والمواثقة الدولية اختراقه يوم أمس وحتى اللحظة للهدنة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يحدث من عدوان سعودي على الشعب اليمني هو جزء من مسلسل الصراع السياسي التاريخي مع الشعب اليمني السعودية يوم الأمس وعصر اليوم أقدمت على استهداف عديد من المحافظات اليمنية والجديد في الأمر أنه تم استهداف اليوم شركة المطاحن الدولية في عدن وأيضا خزانات المياه في عدن تم استهدافها للمرة الرابعة تم استهداف قاطرات للمشتقات النفطية في البيضاء وفي تعز وفي الحديدة هذا يؤكد أن النظام السعودي في استهدافه للبنية الوطنية اليمنية وفي استمرار خرقه للهدنة ويؤكد ما لا يدع مجال الشك أنه هي حرب إبادة تستهدف اليمن أرضا وإنسانا تصريحات النادق الرسمي باسم العدو السعودي يوم الأمس العسيري تؤكد أن الفارع عبد الربو هادي وعصاب ما يسمى بحكومة عصابة هادي مجرد أدوات وأوراق ليس لها كلمة في هذا الأشياء نحن عندما أتى المبعوث الأممي لو تسمح لي سيدي سأعود إلى المبعوث الأممي بعد قليل معك سيد الكريم وأريد أيضا أن أسأل أنه ماذا فعل المبعوث الأممي ولكن أود أن أطلع أيضا على رأي السيد صالح الجبواني وهو الدبلوماسيا من السابق طبعا قيادة في الحركة الجنوب كيف يقرأ التجاهل السعودي للهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة مساء الخير أولا وخوات مباركة بالنسبة لهذا الموضوع أستاذ عماد هناك إشكاليتين في موضوع الهدنة الإشكالية الأولى هي مفهوم الحوثيين وقوات علي عبد الله الصالح لهذه الهدنة يبدوا أنهم يعتقدوا أن الهدنة بينهم وبين المملكة العربية السعودية لكن بالداخل وصراعهم مع قواء المقاومة في المحافظات اليمنية المختلفة يبدوا أن هذا لا يعنيهم لأن القرق الهدنة بدأ من قبل الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح في سناح على الشريط الحدودي بين الجنوب والشمال كما ذكرها في تقريركم وفي البساتين وفي العريش بخور مكسر في عدن وفي جبل جراب تعز وفي مارب والمعارك مستمرة في كل محاور وجبهات القتال هذا الإشكالية يبدو أنها إشكالية حوثية عفاشية إذا صح القول طيب إذا سمحت لي فقط سيد جبواني لو سمحت لي فقط بتجاوز هذه النقطة لو سمحت لي فقط بتجاوز هذه النقطة فقط للسؤال أنه عن قراءتكم أنتم يعني هناك هدنة أعلنت من قبل منظمة دولية طبعا تحظر بإجماع واحترام المجتمع الدولي ككل ومنهاية هناك وسيط يتحرك وهناك أيضا رئيس تعترف به أيضا السعودية أو السعودية تعترف به وتحتضينه أيضا تحدث هنا طبعا عن الرئيس عبد الربو منصور هادي وبالتالي عندما يوافق الرئيس هادي على هدنة وكذلك أنصار الله على هذه الهدنة وتتجاهلها العربية السعودية كيف تقرؤون هذه الخطوة تحديدا استاذ عماد أنا كنت اشتري أكمل الموضوع على أساس علشان نصل إلى مفهومنا للموقف السعودي ودول التحالف الإشكالية الثانية هي إسماعيل ولد الشيخ وما فعله بهذه الهدنة لأن هذه الهدنة تذكرنا باللقاء جنيف لا ترتيب لا تحضير لا اتصال مع القوى المعنية بهذه الهدنة ولا أي شيء أعلان جاف ويتين ليس لأول وليس لأي ملامح بالنسبة للمملكة العربية السعودية وقوى التحالف فإن موقفها هو من موقف قوى المقاومة الشعبية في اليمن المقاومة الشعبية في اليمن صرحوا بالصوت العالي وفي كل المحاور والجبهات أن الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح اخترقوا الهدنة إذن موقف التحالف يبنى على ما يحصل في الأرض اليمنية لكن أنا كما قلت لك أن الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح ومفهومهم للهدنة هو مفهوم ملتبس ذلك أنهم يعتبروا الهدنة بينهم ومملكة العربية السعودية لكن بالداخل اليمني يعتبرون أنهم من حقهم يضربوا في هذه المنطقة أو تلك إلى آخر موقف التحالف هو محصلة لما يدور على الأرض بين قوى المقاومة وبين قوات الحوثيين والمخلوع إذا توقف الحوثيين وتوقفت قوات المخلوع عن العمل القتالي العسكري في الجبهات الداخلية في اليمن فإن قوات التحالف بالمحصلة سيتوقفوا لكن إذا استمروا سيد صالح الهدنة لم تلتزم أو لم تتضمن التزاما ضروريا من الطرفين بوقف العمليات العسكرية وبالتالي هل هذا يمكن أن يكون السبب وراء استمرار التحالف الذي تقود السعودية بالقصف هي الهدنة نفسها إذا كان الدول التحالف لم تبلغ في موضوع الهدنة إذا كان الطلب هذا أتاء من الأمم المتحدة ولكن لا يتضمن أي آليات لتنفيذ وتطبيق هذه الهدنة على الأرض ذلك أن الهدنة بحاجة إلى مراقبين بحاجة إلى آليات تحفظ للهدنة الاستمرار ماذا تعني الهدنة إذا كانت القوات المتحاربة بكل الجبهات ما فيش فك اشتباك فيما بينها ماذا تعني الهدنة إذا كان أسمح لي أخي العزيز أخي العزيز تفضل سيدي تفضل أسمعك سيد صالح أسمعك تفضل هناك لفظ في الموضوع أنا أستمر دعني أكمل إسماعيل ولدي الشيخ كرر الخطأ الذي عمله أساسا في جنيف الحوثيين وضرف المؤتمر الشعبي العام الذي يمثل المخلوع علي عبد الله صالح جاءوا لجنيف على اعتبار أن الحوار هو استمرار للحوار السابق الذي تم فيه صنعه وباعتبارات مختلفة جدا عن ما أتى عليه الوفد القادم من الرياض لذلك صار فشل لقاء جنيف اليوم هذه الهدنة التي أعلنت هكذا وبشكل وبدون تواصل وبدون تنسيق مع الأطراف المتقاتلة بالأرض أكيد نهايتها تكون الفشل فالموضوع هو ملتبس ولا ندري لو تسمح لي سيد صالح لو تسمح لنا بالعودة إلى صلاح مجددا مع سيد عبد الملك الحجري يبدو أن لديه تعليقا على ما تفضلت به سيد صالح فضل سيد عبد الملك نعم هناك بعض المغالطة التي ساقها الأخ صلاح الهدنة كانت واضحة من خلال مباحثاتنا مع المبعوث الأممي أنها بين الجيش واللجان الشعبية وبين القوات السعودية ومرتزقتهم هذا ما تم الاتفاق به أثناء وجود المبعوث المبعوث تواصل أثناء وجوده في صنعاء مع المسؤولين السعوديين وتم وضع مسودة وجهة نظر قدمت من قبل السعوديين والآن يوجد في صنعاء نقطة اتصال لمراقبة الهدنة هناك فريق من الأمم المتحدة برئاسة العقيد أحمد حمروش هو متواجد الآن في صنعاء ومكلف من قبل المبعوث الأممي كنقطة اتصال لمراقبة الهدنة وهذا أكبر دليل على أن الهدنة كانت بين الجيش اليمني واللجان الشعبية وبين النظام السعودي على كل حال أرجو أن تبقى معي سيد صالح سيد صالح سيد عبد الملك فقط هناك تقرير سنبثه الآن وسنعود لاستكمال الحوار معكم لو سمحتمه على كل حال التجاول السعودي المتكرر للأمم المتحدة وأمينها العام الأحداث التي رافقت الأزمة اليمنية تشيب استخفاف التحالف الذي تقوده السعودية تجاه المبعوث الأممي إلى اليمن وما يمثله تقرير جراسيا بيطار يكشف الميدان كل مرة أن أولى خرقات أي هدنة تعلنها الأمم المتحدة تحصل بتوقيع التحالف السعودي هذا ما حصل في الهدنة الحالية وكذلك السابقة في الدقائق الأولى لبدء سريان الهدنة منذ فجر السبت سجل الخرق السعودي حين استهدفت مقاتلات التحالف موقعا لجماعة أنصار الله في جبل الزنوج بمدينة تعز ليعلن التحالف لاحقا أنه غير معني بهذه الهدنة وأنه لم يتبلغ بها من حكومة الرئيس هادي في الواقع لا يبدو أن التحالف السعودي يتماهى مع التمنيات الأممية فالهدنة الإنسانية السابقة التي دعت إليها الأمم المتحدة في أيار الماضي كانت مريرة لناحية خرقها في الربع الساعة الأول من قبل التحالف السعودي الذي شن حينها أربع غارات على صعدة وحجة البعض يسمي سلوك التحالف بالتجاهل والبعض الآخر ينطلق من مقاربة السعودية نفسها لما يسميه معارضوها العدوان على اليمن فالمملكة تعتبر أن حربها في اليمن جزء من دفاعها عن أمنها وأمن شقيقاتها من دول الخليج لن ترى بالتالي في الواجهة أمامها أي صوت معارض أو حتى مطالب بالتنبه إلى حرمة الدم والإنسان حتى لو كان الأخير الأمم المتحدة فحلفاؤها من أمريكا وبعض الدول الأوروبية منحوها الضوء الأخضر منذ أكثر من أربعة أشهر لتفعل ما تره مناسبا في جارها الصغير غير السعيد اليمن خبراء عسكريون يشرحون أن وقف النار بالنسبة إلى السعودية يعني في قاموسها نصرا مؤكدا للقوات المسيطرة على صنعاء وغيرها الكثير من المناطق اليمنية الرئيسة من هنا تبحث المملكة عن الحل النهائي وإن طالت قافلة الضحايا وهذا ما تؤكده الصحف السعودية عندما تقول إن هدنة اليمن تشكل فرصة للإنقلابيين للخروج من المأزق في إطار التجاهل السعودي أيضا للأمم المتحدة تأتي العرقلة التي تعرضت لها الطائرة الأممية التي أقلت وفد صنعاء إلى جونيف والاتهام المباشر الذي وجهه منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن فاندير كلاوف ضد التحالف السعودي بأن الضربات الجوية التي ينفذها الأخير إنما تشكل انتهاكا للقانون الدولي وأعود إلى ضيفي في لندن السيد صالح الجبواني سيد الكريم شاهدنا سوية هذا التقرير وتضمن فيما تضمن رؤية تشير إلى أن وقف اقتلاق النار قد يصب في صالح القوات المناوئة للسعودية من وجهة نظر الرياض هل تستقيم هذه الرؤية وهل هذا هو السبب الذي قد يكون دفع السعودية إلى تجاهل هذه الهدنة؟ لا أظن ذلك أستاذ عماد لأن الرؤية التي بنيت عليها الهدنة هي رؤية مقلوبة وأنا أشكر للأخ عبد الملك الذي أكد كلامي بأنهم يعتبرون الهدنة بينهم وبين المملكة العربية السعودية لكن الشعب اليمني أو ما سماهم بالمرتزقة يعني لا تنطبق عليهم هذه الهدنة ولذلك من حقهم أن يضربوهم وأن يستهدفوهم بالكاتيوشة وبالمدافع وبالرشاشات وبكل ما أمتلكوا من وسائل القوة هذه الإشكالية في الرؤية لدى الحوثيين ولدى قوات المخلوع عليه عبدالله صالح تشكل إشكالية كبرى في أن تستمر هذه الهدنة أو تنجح السؤال الأساسي الذي يقف إمام الحوثيين وقوات المخلوع عليه عبدالله صالح هل تعترفون بالبقية الذين تقتلونهم والذين استهدفوا بمدنهم واحتلتموها واليوم تعيثون فيها قتلا وفسادا ألم ترى منظر الأطفال الذين قتلوا أمس في الظالع وفي عدن شيء مقيف جدا أن يتم التصرف بهذا القدر من الهمجية من أخوان يمنيين نعتقد أن نشترك نحنهم في الوطن وفي الدين ولو تسمح لي سيد صالح بمداخلي عذرا للمقاطعة قد يكون ما تقول أيضا مؤكدا خصوصا لجهة سقوط ضحايا ربما في المعارك ولكن أيضا هناك ضحايا أبرياء يسقطون في الغرات التي تشن على اليمن ضحايا أبرياء أقول ومدنيون وبالتالي ليسوا كلهم من الجيش اليمني أو من أنصار الله الذين يقاتلون ربما مسلحين أو حتى يهاجمون مواقع السعودية أستاذ عماد أبناء الجنوب الذين يقعون تحت الاحتلال منذ عام 94 وتأكد هذه الحرب الجديدة والغزو الجديد أنهم تحت الاحتلال لم يذهبوا إلى صعده ليقاتلوا هناك لم يأتوا إلى صنعة ليقاتلوا لم يذهبوا إلى أي محافظة شمالية ليقاتلوا حتى يستنفروا الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح لكي تقاتلهم وإلا نعتبر قتالهم مشروع لكن الذي حدث أنهم ذهبوا إلى الضالع ذهبوا إلى لحج ذهبوا إلى عدن إلى أبيان إلى شبوة إلى كل مناطق الجنوب لكي يأكدوا الاحتلال والغزو ويقتلوا الناس إمام منازلها وداخل بيوتها أطفال ونساء وشيوخ هذا الأمر بالتأكيد أوجد مقاومة أوجد مقاومة هذه المقاومة مقاومة مشروعة وهي مقاومة ستستمر حتى النصر بإذن الله المملكة العربية السعودية مثلما الأخوان استنجدوا بإيران والسفن الإيرانية وطوال سنوات عديدة تنقل لهم الأسلحة والذخير وما إلى ذلك من الأموال وخلافة لو تسمح لي بتوجيه السؤال السيد عبد الملك السيد صالح لو تسمح لي بتوجيه السؤال إلى السيد عبد الملك طبعا القادرة التي أثرتها سيد عبد الملك هل فعلا استنجدتم بإيران دائما هذا فزاعة لو كنا فعلا حلفاء حقيقيين لإيران أو نحن كما هؤلاء المرتزقة داخل الساحة اليمنية ما يسموا أنفسهم بالمقاولين مرتبطين بالنظام والمشروع السعودي لا كان هناك موقف آخر لإيران ولا كانت دعمتنا بالبارجات والطائرات والسواريخ وما كان حالنا ما نحن عليها اليوم الحاصلة اليوم نحن خلال 108 أيام صامدون بإمكانياتنا الذاتية استنادا لإيماننا العميق بأن إرادة الشعوب لا تقهر نحن واثقون أننا نحمل قضية وطن نحمل هم شعب يريد أن يستقل بقرارها السيادي الوطني والدليل هو ما حدث من إعاقات سعودية لوصول وفدنا السياسي المفاوض إلى جنيف جميعنا رأوا ما حصل من إيقاف متعمد لذلك الوفد دوال 48 ساعة حتى وصوله إلى جنيف تلك المساعي والجهود والمؤامرات التي أحيكت من قبل الدبلوماسية السعودية والتركية وعلى بعض مراكز القرار داخل الأمم المتحدة وعملت طوال فترة مشاورات جنيف على إفشال توصل الأطراف والمكونات السياسية لاتفاق السياسي في جنيف كل هذا يوضح للرأي العام حقيقة وقوف السعودية أمام التوصل لأي حل سياسي الأخ صلاح دائما كما هي عادة معسكر العدو السعودي ومرتزقة سواء في الداخل أو الخارج يحاولوا أن يسوقوا للرأي العام أنهم ضحايا وأنهم كذا بينما في حقيقة الأمر لا يحدث إلا معارك محدودة مع عناصر معروف ارتباطها بتنظيم القاعدة وبدواعش مليشيات إرهابية خارجة عن سلطة الدستور والقانون نحن هنا في اليمن لدينا شرعية ثورية لدينا إعلان دستوري لدينا القوات يعني قوام القوات المسلحة والأمن الرسمي مؤسسات الدولة الرسمية 95% من هذه القوام الرسمي للقوات المسلحة والأمن هم ضمن قوام الجيش واللجان الشعبية التي تحارب هؤلاء المرتزقة والمقاومة وسماسرة النظام السعودي على الميدان بينما أسمعي يا أخي صلاح لا تزايد أسمح لي لو سمحت فقط أكبر سيد دول الملك وأعود إلى ضيفه في لندن نحن أكثر من دافعنا عن أبناء الجنوب وعن القضية الجنوبية ونحن أكثر حرصا على أن تكون قضية الجنوب وأن يكون هناك حل عادل لقضية الجنوب ما زلنا حتى اللحظة رافضين البدء الفعلي في مسألة ملء الفرق السياسي إلا بعد العودة لإخواننا في الجنوب ومع ذلك الانتصال لمظلوميتهم جمعتنا مع أبناء الجنوب المظلومية ولكننا نستغرب اليوم من بعض الشخصيات الجنوبية التي كنا معها في خندق النضالي واحد في مواجهة سواء النظام السابق أو نظام الفارهادي واليوم تحولت إلى أبواغ للنظام الرجعي السعودي ولعبد الربوهادي سيد عبد المالك لو تسمح لي بالانتقال إلى لندن وأثرت موضوع طبعا العلاقة مع القيادات الجنوبية ووضع الجنوب أود أن أسأل السيد صالح الجابواني حول ما يحكى عن اتصالات تجري خارج اليمن بين قيادات في أنصار الله وأيضا من قيادات الحراك الجنوبي ربما للتوصل إلى رؤية لمستقبل اليمن هل لديكم معلومات؟ أسمح لي أستاذ إحمد قبل هذا أن أرد على الأخ عبد المالك باختصار لأدو بقت يدهمنا ولكن السؤال الآخر مهم طبعا طبعا قالوا أنهم صامدين مئة يوم ونيف أنا أقول صامدين بالجيش بالحرس الجمهوري بالأمل المركزي بالقوات الخاصة بإجهزة الدولة بالأربع المئة المليار دولار الذي سرقوها من الجنوب طوال عشرين عاما منذ عام 1994 والأموال اللي كانزها المخلوع علي عبدالله صالح الطاغية الفاسد الذي تحالف مع الحوثيين الذي أصموا آذاننا بكلام عن العدالة وعن المساواة التي يرمون إليها لكنهم طلعوا كاذبين مع الأسف ما أوصل اليمن إلى هذه الدرجة هم هؤلاء الذين لا يريدون إلا أنفسهم طائفيين إقصائيين لا يريدون إلا أن يحكموا اليمن وينهبوه كما ظلوا منذ مئات السنين هذا أولا بالنسبة للمشاورات التي تجري في الخارج نحن سمعنا من خلال تقارير صحفية مختلفة أنه في عمان يمكن أن ألتقوا ببعض الشخصيات الجنوبية مثل علي ناصر ومحمد ومحمد علي وغيرهم وهذا جهد خاص جهد شخصي لا يندرج في الإطار الرسمي الذي يتمثل الحكومة اليمنية الشرعية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي والذي أنتخب عبد الملك هذا وأصحابه في الشمال أعطوه سبعة ملايين صوت نحن في الجنوب لحظة لحظة سيد عبد الملك لو تسمح للسيد صالح بالإكمال فضل سيد صالح دعني أكمل نحن في الجنوب لم ننتخب عبد ربما منصور هادي وكنا معارضين لحظة وكنا معارضين للنظام كل لأننا نعتبره نظام احتلال ولازم نعتبره نظام احتلال لو نعود فقط إلى موضوع المفاوضات في عمان نعم موضوع المفاوضات في عمان ألا يمكن أن يعني ذلك أيضا انفتاحا من قبل ألا يعني ذلك ربما انفتاحا من قبل أنصار الله على المكونات الأخرى في اليمن لا هم يبحثون عن عن قشة التي تنقذهم على فكرة هم في النجاح الأخير وهذا أمر واضح هذا البهرجة الإعلامية والجلبة التي يحدثونها هنا وهناك ليس إلا النجاح الأخير هم يبحثون عن مخرج هم يتصلون عن ناصر محمد محمد علي ربما بحلي سالم البيض يريدون أن يجدوا منفذ للخروج من المأزق الذي وصلوا إليه لكن أنا كما قلت في البداية أن الاتصالات بهذه الشخصيات مشروعة لكنها غير رسمية لا يمكن أن تتم أي وقف الإطلاق النار إذا لم ينسحبوا من الجنوب وينسحبوا من تعز وينسحبوا من مارب وغيرها من المناطق الذي غزوها بقوة السلاح واحتلوها وسفقوا دماء أبنائها إذا لم ينسحبوا من هذه المناطق حتى لو أوقفت المملكة العربية السعودية حربها فنحن لن نتوقف على الإطلاق الحراك السلمي الجنوبي انطلق منذ عام 2007 وكنا سلميين لم نكن نريد كدر الدم واحدة تسفك من أي يمني ولكنهم بغوا وأستكبروا غررتهم القوة هذه المظمة الطائفية الفاشية بكل معنى الكلمة شكرا سيد صالح أرجو أن تبقى معي سيد عبد الملك تعليق صغير واختصار دقيقة واحدة لو سمح فيما يتعلق بموضوع الحل السياسي نحن نؤكد على ضرورة وقف العدوان وإنهاء الحصار قبل الحديث عن أي حوار سياسي نحن حددنا هذا الموضوع وطرحناه بشفافية أننا مع هدنة إنسانية يترافق مع الهدنة الإنسانية وقف كامل للعدوان وإنهاء كامل للحصار هل أنتم مستعدون لوقف اطلاق النار؟ نعم أم لا يفضي لاتفاق سياسي شامل هل مستعدون أنتم لوقف اطلاق النار؟ نعم مستعدون وتعاملنا بإيه السؤال هل هم مستعدين لوقف اطلاق النار في تعز وفي عدن وفي مارب وفي شبوة وفي الضالع وفي كل المناطق التي غزوها؟ هنا السؤال نعم مستعدون في شريطة الاحتفاظ بحقنا بملاحقة العناصر الإرهابية التابعة لتنظيمية القاعدة وداعش شكرا للسيد عبد الملك الحجري الأمين العام لحزب الكرام اليمني كنت معنا سيد الكريم من صنعاء عاصمة اليمن أشكر أيضا السيد صالح الجبواني الديبلوماسي اليمني السابق والقيادي في الحراك الجنوبي وكان معنا من لندن شكرا لكم أهلا بكم من شديد تواصل القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي عملياتها العسكرية في محيط قضاء الفلوجة والسقلوية التابعة لمحافظة الأنبار بينما شنت قوات من الحشد الشعبي هجوما كبيرا لقطع خط الامداد الرئيسي لمسلحي داعش في الكرمى محمد شريف تقدم محسوب للقوات المسلحة العراقية مدعومة بقوات الحشد الشعبي في محيط قضاء السقلوية سيطرة على أكثر من 70% من مساحة القضاء البالغة 15 كم مربعا وفي محيط ناظم التقسيم ونهر الفرات أطبقت قوات الحشد الشعبي سيطرتها على الضفة المحاذية لمنطقة الجسر الياباني وتتقدم باتجاه تخوم الفلوجة هناك محاور دخلت من النعيمية ومن الهيتاويين أي من الأجهزة الأمنية والحجد الشعبي وهناك محور أيضا من القرمة من طرف القرمة وأيضا محور سوف يدخل باتجاه جسر الستر وإن شاء الله سوف يتم الأطباق على الفلوجة لإنقاذ أهلها من عصابات داعش هذا هو أحد الأنفاق التي حفرها مسلح داعش طول هذا النفق حوالي كيلومتر إلى كيلومتر ونصف القصف المدفعي والصاروخي مستمر على الخطوط الدفاعية لمسلح داعش المتمركزين في مدينة الفلوجة فهذه الخطوط هي السد العنيف أمام القوات التي تتقدم لدخول المدينة ومع وصول تعزيزات جديدة شنت قوات الحجد الشعبي هجوما كاسحا لقطع جسر الإمداد الأخير لداعش والذي يربط الفلوجة بناحية القرمة تمهيدا لدخولها اللحظات إياهم عشناها نظم التقسيم قبل لا يصير هذا التقدم والله جبنا حتى ما يقاتلون يعني قتالهم بس مصاطر وعبوات ومفخخات وجه الوجه ما يقدر يقاتل معالجات هنا وهناك من أجل حسم الجوب المتبقية في المناطق المحررة تمهيدا لمعركة كسر شوكة مسلح داعش في الفلوجة شرق الأنبار محمد شريف من محيط مدينة الفلوجة الميادين القوات العراقية مدعومة بالحجد الشعبي استقدمت تعزيزات عسكرية تحضيرا لساعة الصفر من أجل تحرير محافظة الأنبار تفاصيل مع سارة الحاف أهلا بكم تعزيزات عسكرية لقوات الجيش وشرطة الاتحادية والحجد الشعبي تصل اتباعا إلى محافظة الأنبار لدعم القوات الموجودة هناك تمهيدا لتحرير المحافظة قبل أسبيع قليلة تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مدينة الرمادي بعد أن سيطر على مدينة الفلوجة والمدينتان تعدان الأكبر في هذه المحافظة سيطرة داعش على الرمادي استنفرت الحكومة العراقية فحشدت لاستعادة هذه المناطق وبدأت بتلك المخيطة بالمدينتين تمهيدا لإعلان ساعة الصفر هذه المناطق تشهد معارك عنيفة تخضها القوات الأمنية والحجد الشعبي ومتطوع العشائر لطرد داعش منها فيما يشتد الخناق المفروض على مدينة الرمادي تمهيدا لاستعادتها من داعش القوى الأمنية العراقية والحجد الشعبي نجحا في استعادة السيطرة على العديد من المناطق الهامة عسكريا لسيما في الكرمة والسقلاوية التي بات أكثر من نصفها بيد الأمن العراقي فيما تستمر العمليات في الكرمة شرق الفلوجة عملية استعادة الفلوجة سوف تنطلق من محاور ثلاثة باتت القوات العراقية تحتشد فيها وهي محور الهاياكل لجنوب الفلوجة ومحور الزيدان والسعدان وكذلك محور العامرية قيادة الحجد الشعبي في الأنبار تقول أن مقاتليها تمكنوا من التواغل مسافة 2 كيلومات في ناحية الصقلاوية باتجاه الفلوجة وأنها قتلت أكثر من 100 إرهابي في محور الصقلاوية الفلوجة أما شرق الرمادي فتمركزت القوات العراقية في قاعدة الحبانية وفي قضاء الخالدية هذه الحشود العسكرية لم تمنع داعش من محاولة السيطرة على مناطق جديدة هو أحاول التقدم باتجاه الخالدية وسيطرة على منطقة البوفليس ما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين استعادت على أثرها القوات الأمنية منطقة أبوفليس وذلك بعد صدها هجوم داعش على الخالدية لتبقى لحصيبة الشرقية خط الدفاع الأبرز ومن العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا مدير المركز الجمهوري للبحث الامنية والاستراتيجية دكتور معتز محيدين عبد الحميد دكتور مرحبا بك أود أن أسألك الإنجازات العسكرية والتي سجلت في الآويناء الأخيرة تشيء بتقدم كبير يعني انعكس سلبا على مقاتلي داعش في المنطقة أو في أكثر من منطقة كيف تقرأ ذلك؟ يعني قوات الحاج الشعبي الإسلامي مع قوات الجيش العراقي وشرطة اتحادية مع مجاميع من شباب العشاء العراقية تطوعت منذ فترة طويرة في معسكرات في الحبانية وكذلك في مناطق الخالدية ومناطق البغدادي شاركت في عمليات تدريب مشتركة بعد وصول أسلحة حديثة استخدموها في معارك الكر والفار وعمليات استنزاف يومية لداعش في مناطق مجابهة يومية بالإضافة إلى استعمال القوة الجوية العراقية في التصدي إلى تجمعات وجماعات في القائم وحديثه كما حدث قبل أيام ويحدث يوميا إذن أمام استراتيجية جديدة شاركت بها كافة هذه الفصائل المسلعة أثبتت جدارتها ونتائجها على مستوى الأرض في الاستحواذ على أراضي جديدة وكذلك على مدن كما حاصرت يوم أمس منطقة استقلاوية قوات الحج الشعب الإسلامي بمجامع كبيرة تعادل خمس ألوية حاليا موجودة في مناطق استقلاوية التي امتدت انتصاراتها نحو المركز الرئيسي لهذه الناحية وأخذت من الجوانب المهمة مضخة الوقود التي حاصرت بها داعش وطردت داعش من هذه المنطقة المهمة وكذلك المعهد الاستراتيجي الذي اعتبره مدخل مهم جدا لهذه المدينة دكتور معتاز لماذا ناجحت القوات العراقية اليوم طبعا مدعومة بالحشد الشعبي في تحقيق هذه الإنجازات على الأرض وفي قدم مناطق من داعش يعني يسيطر عليها التنظيم منذ أكثر من عام تحدثت عن أسلحة جديدة وصلت عن سلاح جو يشارك أيضا في العمليات هل من استراتيجية جديدة قد تكون ربما أثمرت وأعطت نتائجها على الأرض بشكل سريع هذه المرة طبعا بعد رجوع سيد حيدا العبادي من زياراته إلى باريس وميونيخ صرع أكثر من مرة هناك استعداد لمجابهة داعش في مناطق رئيسية كما موجود حاليا من حصار مطبق على مدينة الفلوجة وكذلك مدينة الرمادي وغرب الرمادي كل هذا تؤكد أن هذه استراتيجية وضعت وبدأت تطبيقها حرفيا على أرض الواقع من خلال صفحات المعارك اليومية كما ذكرت دائما هناك صفحات تتجدد كما حدث قبل أيام في منطقة بيجي وقوات الحج الشعبي تنظف هذه المدينة وحياها الشعبية ويمتد كذلك نشاطها إلى مصف بيجي كل هذه الاستراتيجيات وضعت على مستوى الخرار ونفذت على الأرض بعازم القادة العام القوات المسلحة وكذلك قيادات الحج الشعبي الإسلامي المتواجدة مع المتطوعين وكذلك فصائل العشار العراقية وأبنائهم الذين ساندوا عمل لوجستي واستخباري الذين هم هذه الفائدة استثمرها قوات العراقية من خلال تواجد قوات الداعش في أماكن حيوية جدا كمشاريع المياه وكذلك المنظومات المياه وغيرها وجنبت الأبناء العشائر بعمل استخباري لوجستي يوميا جنبت لا سمح الله كوارث تحدث من خلال استيلاء داعش على هذه المنظومات المائية كما هددت قبل أيام سد حديثة وتهدد باستمرار منظومة الورار سيد دكتور مرتز أسألك طبعا في ظل الحشودات العسكرية وتعزيزات التي مبارحت تستقدم إلى المنطقة كل ذلك يشي بين معركة الأنبار ربما على الأقل الفلوجة وبعدها طبعا الأنبار باتت على الأبواب أو لم تعد بعيدة ما الذي يعنيه طرد داعش من هذه المناطق الاستراتيجية إذا ما نجحت طبعا القوات العراقية والحشد الشعبي في ذلك أستاذ الكريم منطقة الغربية منطقة مهمة جدا منتدة على مساحة واسعة ألاف الكيلومترات منطقة حدودية مشتركة مع الأردن مع سوريا سوريا قد سبعتها داعش في مناطق حدودية كمحور القائم ومحور الوليد وكذلك مناطق العربية وغيرها كل هذا تؤكد أن هذه المنطقة استراتيجية وحيوية لا ننسى داعش قد استثمرت بقاءة فترة طويلة استثمار استراتيجي من خلال بناء السواتر الترابية ونضجت عمليات التسلل عن طريق الليل وعن طريق كذلك استغلال الأجواء الرطبة والأجواء الترابية وغيرها كل هذا يدلل أن هناك أنفاق كذلك حفرتها داعش وتحاول أن تضلل بها طائرات التحالف الدولي وطائرات القوة الجوية ولكن دعم اللوجستي الحالي الموجود لدى العشاء العراقية التي هي تفهم بتضاريس هذه الأرض وتفهم كذلك بعمليات الغشو والاختفاء التي تمارسها قيادات داعش لعدم مجابهة أو الصدام المباشر مع قوات القوة الجوية وطلعات الجيش العراقي وغيرها كل هذا يدلل أن هذه المحاورة قد كشفت ألاعيبها من قبل قوات العراقية كشفت ألاعيب داعش وكذلك استراتيجياتها التي تبني دائما مفعولة من خلال وجود التحاريين يلجون إلى عمليات تفقيق الهمارات والتي سولوا عليها منذ فترة من الجيش العراقي في الموصل وتخريد واستخدام كذلك الشفالات والسيارات الحديثة لمجابهة بعض القوة العراقية وأماكن تواجدهم في سراي وأفواج في هذه الأرض الواسعة دكتور ماتاز تطرقت حضرتك إلى موضوع العشائر العراقية هناك معلومات تشير إلى أن شخصيات ووجهاء من العشار العراقية يقومون بدور من أجل ربما إقناع أو دفع عدد من المنضمين إلى تنظيم داعش من أجل الانسحاب والانكفاء وعدم مقاتلة القوات العراقية ويبدو أنهم نجحوا في ذلك على الأقل جزئيا كما رشحت المعلومات هل ذلك لعب دورا أيضا في تقهقر داعش في بعض المناطق وتقدم القوات العراقية والحشد الشعبي هناك بعض المعلومات تتسربت من قيادات موجودة في محافظة الأنبار ونالك تأثير على نوعي على أبناء العشار الذي غرر بهم من قبل داعش وانسحبوا ولجأوا إلى القوات العراقية مرة ثانية وتركوا العمل مع داعش كذلك بعض القيادات انسحبت من نطاق الفلوجة وذهبت إلى محور آخر ومحور رموادي كل هذا يؤكد أن الفلوجة أصبحت رخوة في مجال عدم وجود قيادات عسكرية مهمة جدا تتفاعل يوميا مع عملة التنزاف اليومية لتمارس قواتنا العراقية مع الحج الشعبي الإسلامي إذن أمامنا معركة فاصلة في هذا المحور المهم لطار الداعش وكذلك قتل قيادات المهمة العسكرية التي لجأت إلى منطقة مهمة جدا هي منطقة الرمادي وتركت بعض القيادات التي هي غير كفوئة في المجال العسكري في منطقة الرمادي ومنطقة السقلاوية والقرمة وهذا يؤكد من نتائج حقيقية استثمارها الجيش العراقي من قتل أكثر القيادات المتواجدة في شمال نهر الفراد في مدن حديثة وهيت وكذلك لجوها إلى عمليات نوعية في منطقة البغدادي كل هذا تؤكد أن استراتيجيا موضوعة يوميا وتغير حسب طبيعة وأماكن تواجد العدو من خلال عمل طائرات الاستطلاع وطائرات القوة الجوية هذه الاستطلاع تبدل يوميا من خلال وجود هذه النجاحات على الأرض وإن شاء الله نصر بعون الله قريب دكتور ماتاز محي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للبحوث الألمية والاستراتيجية شكرا لك على هذه المداخلة من بغداد يشيع جثمان الفنان الراحل عمر الشريف غدا في القاهرة بعدما توفي إثر توقف عضلة القلب الممثل الذي أمضى حياة فنية حافلة امتدت لنحو ستة عقود أدى فيها أدوار متعددة حفرت اسمه في ذاكرة أجيال وكرسته كأحد أبرز وجوه الفن السابع في مصر وفي العالم التقرير التالي يعرفنا أكثر على الراحل عمر الشريف وداعا عمر الشريف هذه المرة وجهة الفنان الثمانيني المولود في الإسكندرية ليست بلدا جديدا أو مغامرة أخرى تضاف إلى سجل حياته الحافل غدرنا ميشيل شالهوب لم يحتمل الحياة على كوكب لم تعد تعيش فيه محبوبته فاتن حمامة أبو طارق اعترف بأن فاتن لم تكن فقط زوجته الوحيدة بل حبه الوحيدة أيضا برغم أن الجميلات كنا دائما حوله ابن تاجر الأخشاب الذي عشق التمثيل منذ صغره عمل مع والده فترة في شبابه قبل أن يدرس التمثيل في الأكاديمية الملاكية للفنون المسرحية في لندن ومنها عاد إلى مصر لينطلق إلى العالمية بعينيه الواسعتين ومعرفته بلغات خمس وبموهبته استطاع أن يحتل مكانة خاصة في هوليوود ولدى مخرجين من الأبرز في عالم الفن السابع وظف عمر الشريف موهبته الفذة في أكثر من ستين فيلما عربيا وعالميا عشقته الكاميرات وهو أحب السينما وكانت التزام حياته حتى النهاية كرس وقته ومهاراته كافة في أفلام نال عليها جوائز عالمية كسيزار والغولدن جلوب عن فيلمي دكتور زيفاغو ولورانس العرب برغم أنه لم يمتلك عنوان ثابتا وبرغم تنقله المستمر في أوروبا كان عاشقا لمصر ولشبابها الذي فاجأه بالثورة على مبارك كما قال أنا دائما إلى صف الشباب وأشعر بالفخر بشباب مصر عاد إلى مصر أخيرا ليتنقل بين فنادقها قبل أن يعلن ابنه إصابته بالزهايمر قبل عدة أسابيع وقت قليل قضاه هذا الممثل المعروف بكرمه وبإقباله على الحياة على قيد المرض امتنع أخيرا عن الأكل والشرب ليفقده الفن والعالم في يوم واحد مع الممثل سام العدل وليصبح العاشر من تموز يوما أسود وفق فننين سبق أنزام لهم